أبو براهيم يسأل يقول هل يجوز قضاء أيام ستة من شوال في شهر ذي القعدة أو في شهر ذي القعدة أبو براهيم بارك الله فيك بالنسبة لصوم ستة من شوال أولا هو من حيث الحكم الشرعي سنة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كان كمن صام الدهر وجماهير أهل العلم على أن صوم ستة من شوال سنة سنة وليس بفريضة ولا بلازم الأمر الثاني بالنسبة لصوم ستة من شوال مقصود به الشهر مقصود به الشهر وإن كان بعض العلماء يقولون له أن يصوم ما شاء سواء في ذي القعدة أو في ذي الحجة أو ما بعده لكن الذي يظهر أن المقصود الشهر ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كان كمن صام الدهر لذلك يكون الشهر هو المقصود الأمر الآخر من أهل العلم من قال بأن من اعتاد صوم ستة من شوال اعتاد صيام ستة من شوال يعني سنويا يصوم ستة من شوال ثم حال بينه وبين صيام الست أو بعض أيام الست حائل أو مانع قالوا له أن يعني يقضي في ذا القعدة يعني مثلا امرأة معتادة سنويا تصوم ستة من شوال وعندها قضاء مثلا كثير فالقضاء الكثير مع وجود العادة أو الدورة الشهرية مع كذا ما استطاعت نتصوم إلا ثلاث أيام هذا الجنس من الناس يقول العلماء له أن يقضي الأيام الباقية في ذا القعدة مثلا لماذا قالوا لأنه يعني داوم على هذا العمل وداوم على هذه الطاعة فله أن يقضي هذا ليس على سبيل الإلزام وليس على سبيل الفرض لأن أصل صيام ستة من شوال سنة كما ذكرت قبل قليل